للأسبوع الثاني على التوالي يغيب الصحفي على الرماوي عن منزله وعائلته بعد أن اتقلته قوات الاحتلال وحكم عليه بالسجن الإداري على خلفية عمله الصحفي ليخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله كل التحقيقات بدور حوالي عمله مع الجزيرة وأنه مدير لشبكة جيميديا الإعلامية والتغطية اللي بيقوم فيها بنقل الأحداث الموجودة والأشياء اللي بتصير في الضفة الغربية يعني كل الموضوع كل التحقيق بتم على خلفية عمله الصحفي يعني أنه بأثر شخصية مؤثرة اعتقال يسلط ضوء مجددا على أحوال الصحفيين في الأراضي الفلسطينية تحت وطأة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة يقول صحفيون فلسطينيون أنهم يدفعون ثمنا لنقل الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال فيما تؤكد مؤسسات حقوقية أن استهداف الصحفيين واعتقالهم سياسة ممنهجة للتضييق عليهم وإخفاء الحقائق فبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تتحدث نقابة الصحفيين ومؤسسات حقوقية عن اعتقال إسرائيل ستة عشر صحفيا أربعة منهم تحت بند الاعتقال الإداري فيما تكشف بيانات النقابة أن إسرائيل تنفذ سنويا ما بين خمسمائة وسبعمائة اعتداء على الصحفيين ما بين الضرب وعاقة العمل والإصابة بالرصاص ما أسفر عن فقدان ستة وأربعين منهم حياتهم منذ عام ألفين وضح تماما أننا مام سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في عملية استهداف الصحفيين لأن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد لأي رواية أن تظهر غير روايته الرسمية أي رواية تنقل إلى العالم من خلال الصحفي الفلسطيني أصبحت بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي محاربة انتهاكات شملت كذلك اقتحام مؤسسات إعلامية وإغلاقها بقرارات عسكرية في محاولة لطمس الرواية الفلسطينية كما تقول نقابة الصحفيين الفلسطينيين رحم الله